بشكل رسمي تم الحكم على الجزائرية هي ومجموعة من المحردين على أحداث 15 شتنبر بمدينة الفنيدة قد نشوفوا التفاصيل الحكم كذلك الخط قد نهضروا على صلاة الجنازة على مغربي توفي عند محاولته إنقاذ عجوز جزائري بفرنسا وغادي نهضروا على الترحيل الجثمان لللاعب فريق اتحاد طنجة المرحوف المرحوم عبدالقيف خريف اللي من واحد غش حتى ليومنا هذا القرابة ديلة الشهور وباقي المغرب ما تسلمش الجثمان دياله وكما عارفين يعني إكرام الميت هو الدفن دياله ثلاثة أشهر ونحن باقين كنت أضروا لكن المغرب لا يتعامل بالمثل كما تتعامل يعني أو كما يتعامل النظام الجزائري كذلك قد نضروا على التصنيف الجديد ديال الفيفا اللي المغرب دائما يرتقي ويتقدم إلى الأمام كأحسن منتخب إفريقي كأحسن منتخب عربي ومن أحسن المنتخبات العالمية كذلك قد نضروا على الشكر ديال الإنفانتينو للمغرب بسبب احتضان المغرب لمجموعة من التظاهرات كذلك التظاهرات ديال الحفل ديال توزيع الجوائز فيما يتعلق بالكورة الدهبية الإفريقية لو كانت منه هاد الموسم يفوز بها مغربي ما إبراهيم ديال إما سوفيا الرحيمي شرف حاكمي شرف حاكمي للصراحة السنة الماضية المنتخب المغربي فاز يعني أو وصل إلى المربع الدهبي فكان عليه أو كان على الكاف أن يتوج يعني لاعب مغربي فهذه الحالة كان نضره على حاكم زياش أو كان نضره على راحيمي أو ياسين بنو اللي كان يخصم يفوز بهذه الجائزة وليس أسمه لأن موصل احتشي منتخب إفريقي لما وصل إليه المغرب يعني بتشريفه للقارة الإفريقية مجموعة من الأخبار غادي نشاركوها معكم في هذا الفيديو كنت منها كما العادة دائما كنذكركم الخط لأنه كنت نساوه دائما الضيكة ديالكم ما تنسوهاش راجعة مهمة هي مضادة للسينيال كذلك اللي كيشفنا الأول مرة ما ينساش يشارك معنا في القناة ونمشي ونشوفوا التفاصيل هاد مرة بشكل رسمي الحكم عن الجزائرية اللي خرجوشي وحدين كيقولوا على أنها مغربية بالزز رغم أنا اللي ما كنفهمش هو شي بعض المرات يعني إنسان إنسان كيصرح بالفم دياله ورغم ذلك يعني كيحاولوا قلبه هادي اللي ما فهمش ونشوفوا كذلك المغربي الذي حاول أن ينقذ العجوج الجزائري بفرنسا اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيحة جناتك مع الطيبين وصديقين وشوذائي والصالحين وحسوا لأولئك رفيقا مشوه التفاصيل الخوط يعني في هاد الأخبار الجيد مهمة نجموعة من الأخبار كذلك اللي غدي نشاركوها معكم في التفاصيل بطي المغربة والجالية المغربية في كل مكان سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع نبدأ بالخبر دي الحكم على السيدة الجزائرية يعني اللي كما قلتكم يعني هاجمت السيدة المغربية وكذلك أدلت بتصريحات يعني كاذبة لخلق الفتنة في المغرب وكذلك التحريض على الهجرة السرية كان هضرو على الحدد دي الخمستاش شتنبر واللي خلف عدة أضرار مالية وجسدية كذلك فاليوم بشكل رسمي تم الحكم على هذه السيدة أصدرت المحكمة ابتدائية بمدينة تيطوان حكما بسجن مواطنة جزائرية بعد توقيفها على خلفية أحداث الهجرة الجماعية إلى سبتة يوم 15 شتنبر وقضت المحكمة مساء يوم الأربعة أي مساء يعني البارحة بسجن المرأة بتمانية أشهر حبسا نافذا إضافة إلى غرامة مالية والسلطات كانت قد ألقت القبض على المكتهمة بالتحريض على الهجرة غير شرعية بمحيط قارلة بليونيش بعدما ظهرت في عدة مواقع إلكترونية تشكل أوضاع المساوية في المغرب وتبرد دعوات لاقتحام مدينة سبتة التوما ظهرت في مقاطع أخرى تدعم بأنها مواطنة جزائرية ما أثر غضبا كبيرا وسطة مطالبة بحبسيا هناك مجموعة عامل أخبار التي تهضر على الحكم ديالها السيدة والتفاصيل ديال الحكم كما قلتكم هذا المرة يعني الخبر رسمي حيث تناولته مجموعة من الصحف المغربية هنا نشوفه فقط الغرامة الغرامة المالية اللي قدرها خمسات آلاف ديالام أي خمسمائة ديال الأورو كبلكم الخود كي جاكم الحكم واش الحكم واذاك والزايد واش ناقص كنتم نتخبرونها الأراء ديالكم التعليق اللي بغينا نأكدوه هو على أنها سيدة جزائرية يعني رغم محاولات مجموعة عامل خوانة وكذلك جزائريين على أنها مغربية هي سيدة جزائرية معلينا هذا فيما يتعلق بالحكم ودهما نشوفه المغربي البطل اللي تأدى صلاة الجنازة شاب مغربي اللي توفى خلال المحاولة ديالو الإنقاذ جزائري من حريق بفرنسا وبالضبط مدينة مونبولي الفرنسية أدت أو أدت الجالية المغربية والجزائرية بمدينة مونبولي بفرنسا صرت جنازة على شاب مغربي توفي خلال توفي خلال محاولته إنقاذ جزائري من حريق وتعو التفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق داخل محل للمواد الغذائية بمنطقة مونبولي بفرنسا قبل أسبوعين حيث تدخل شاب المغربي يدعى صلاة الدين لإنقاذ عجوزين جزائري من ألسنة الإيران قبل أن يلقي مصرعهما معا يعني ادخل باشي نقضو ولكن توفي معا الله مجدالي من رحمته وخلف الحادث حزنا وأساء كبيرين في نفوس أصدقاء الراحلين وساكلات المنطقة الذين أشهدوا بخلوق وأخلاق الشاب المغربي الراحل وقدموا تعازيهما الحرة لعائلات وأقاريب الفقيدين فعلا بطل هذا السيد اللي ضحى يعني بالحياة دياله من أجل إنقاذ شخص آخر وفي هذه الحالة كنظر على عجوز جزائري هنا المشيو دبا المنتخب الوطني المغربي كما عارفين يعني كان خبر متداول على أن مراكوش هي التي ستحصد حفل جوائز فيما يتعلق الكرة الدابية الإفريقية فالخبر أصبح بشكل رسمي مدينة مراكوش هي من ستحصد حفل جوائز كاف في دجنبر المقبل وهنا أنفلقينو اللي هو رئيس الفيفا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشكره المغرب الذي سيصدف النسخ الخمسة المقبلة لنهائيات كأس العالم الأقل من 17 سنة وكيقول وأشجيع جميع البلدان على استثمار في كرة القدم إذن من فالتينو يعني يستغلوا المغرب عفوا فقط يعني من أجل مصالح الفيفا والمغرب الصراحة يعني ما كيشوفش المقابل ثم نمشي كما قلتكم الجثمان ديال المرحوم عبدالطيف أخريف لاعي فريق حطنجا اللي المياه يعني وصلته للجزائر وتم العطور عليه يعني شخص كان بجيسكي وتم العطور عليه كان ننظر على واحد شتنبر عبدالطيف أخريف ومشموعة من لاعي من آخرين يعني تنجوا منهم ثلاثة وغرقه وبن سلمان جوج ديال اللاعبين بن سلمان باقي ما كانش ما ظهرتش الجثة ديالو لحد يومين هذا ولكن أخريف تم العطور على الجثة ديالو بالجزائر بوهران بالضبط ولكن غريف الأمر وهو يعني فاتت ثلاث شهور كما عارفين إكرام الميت والدفن ديالو يعني فاتت ثلاثة أشهر ولحد الآن يعني باقي ما توصلنا بالجثمان ديالو البارح يعني الرئيس المنتخب الجديد فريق تحط جاء صلى الله كارتيت يعني في ندوة صحفية قال بالجثمان لعيب أخريف سيصل إلى المغرب في غضون عشرة أيام يعني باقي ما ما وصلش قلنا مربما يكونوا وصلوا وباقي كين تحقيقوا هذا ولكن رئيس فريق تحط جاء يؤكد على أن الجثمان لا يزال بالجزائر ولا من توصل بجثمان وكيهضر كيقول باللي مربما يعني الجثمان يوصل من دابا واحد عشر أيام يعني هذا سؤال مطروع علش هذا الوقت هذا كامل ثلث شهور يعني ما عرفتش علاش كانت منها يعني تكون إجابة ودابا نشوفو التصنيف الجديد ديال الفيفا اللي المنتخب المغربي يرتقي كما قلتكم دائما إلى الأمام حيث أصبح يحتل الرتبة 13 وراء ألمانيا وكولومبيا وكرواتيا وإيطاليا حيث يعني ما زال المنتخب الأردنطيني متصدر الترتيب فرنسا في الصف الثاني إسبانيا في الصف الثالث إنجلي إنجلترا في الصف الرابع إنجلترا معرفتي علاش بلجيغا كذلك معرفتي علاش في الصف السادس ما عرف شنو عملت بلجيغا اللي انتصرنا عليها يعني في كأس العالم وخرجات يعني من كأس أمم أوروبا ونولوسي هولندا كذلك إيطاليا في الصف التاسع وكولومبيا في الصف العاشر ألمانيا في الصف حداش كرواتيا في الصف اتناش والمغرب في الصف تلتاش والأرواي في الصف أربعتاش وراء المغرب أرواي بيلاعي بنجومها كسواريس وأراوخو ومجموعة من النجوم يعني خلف المغرب ما عرفت واش يعني نذكروا جميع المنتخبات العربية والإفريقية ألا فقط نكتفيوا بالمغرب ألا هنا تصديف الفيفا كي تقدم المنتخب المغربي والجزائري والمصري هنا نشوفوا المنتخبات العربية والإفريقية نعم المغرب 13 عالميا مصر كانوا نظروا على المنتخبات العربية والإفريقية المغرب 13 عالميا مصر 30 عالميا الجزائر 37 عالميا قطر ساربعين تونس سبعة وربعين العراق سوخمسين السعودية سعودو خمسين ومجموعة من المنتخبات العربية والإفريقية هنيئا دائما المنتخب الوطني المغربي ونتمنى له ولم لا الوصول للمرتباء الأولى والإملاء للفوز بكأس العالم المقبلة إن شاء الله أما كأس أمم إفريقية في المغرب هذه ما غاديشي ناقشوا فيها كأس خصة تبقى خصة تبقى في المغرب مربما رأكم شوط صريح أو التحليل قالوا جزائرية كيقول لك إحنا غادينا عند القشع وراء ما غاديشي نفوزو وراء الجماهير المغربية غادي تجعل جزائر ولكن المح كانت منك تسمعوه باش تعرفو يعني كيباش كيف يفكرو هاد الناس أما فيما يتعلق بالكورة الدهبية فخصة نحاصر يعني ما بين لاعبين مغاربة الصراحة إبراهيم دياز الكعبي خصوصا هاجوج ديال اللاعبين الصراحة اللي تقلقوا لا مع الأندية ديالهم ولا مع المنتخب الوطني المغربي سوفيان راحيمي بعض مرات كتطب لك سوفيان راحيمي باش يعني تكون كتلعب ضد يعني مهاجمين يعني نجوم انطراز عالي بالي وتحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق يعني بالهدافين بتسعة أهداف كانوا ندرع الأولمبياد الأخيرة بباريس كذلك ما يقدمه مع فريقه العين الإماراتي لا في البطولة الإماراتية ولا في كأس آسيا فراء أداء كبير صراحة يعني كانت من لاو يعني جوج من هاد اللاعبين أنهم يفوزوا بالكورة الدهبية الإفريقية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته